الله الرحمن الرحيم أصدقاء العزاء في كل مكان أينما كنتم وإنما تواجدتم سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته من أستاذ السويس الجديد أحييكم ويسعدني أن أكون معكم للتعليق على أحداث مباراة سيراميكا كوليوباترا مع الانتاج الحربي في إطار لقاءة الجولة الثامنة عشر من بطولة الدورية الممتاز لكرة القدم هذا الدورية المصرية الذي يعد الأقوى في المنطقة العربية وأحداث هذه الجولة وهي المباراة الستة في إطار لقاءات الأسبوع الثامن عشر من منافسات موسم الفين وعشرين الفين واحد وعشرين فريق سيراميكا كوليوباترا الفريق الذي يدخل هذا اللقاء ويحتل المركز الثامن ولديه أربعة وعشرين نقطة يستضيف الانتاج الحربي صاحب المركز الثامن عشر والأخير واللي لديه من النقاط حداشر نقطة فقط هذا ما يخص الجانب الفريق الضيف وفريق الانتاج الحربي ضيفا على فريق سيراميكا كوليوباترا في هذا اللقاء يطلق صفارة البداية حكم اللقاء الدولي إبراهيم نور الدين يعاونه أسامة سيد مساعد أول إيهاد فخر مساعد ثاني وحكم رابع أحمد مقبل حكمي الفيديو عمر الشناوي وحسني سلطان نتمنى بإذن الله أن نستمتع بتفاصيل وحداث هذه المباراة عمد رمضان على تنفيذ الضربة الركنية حمد رمضان على تنفيذ الركلة الركنية تقدم المعاذ الحناوي تلعبت الكرة عند بزوكة بدربة راس كرة بتتحضر جول هدف أول على الطريق أحمد علي أحمد علي الظاهير الأيمن ياخدها مباشرة إلى شباك الحارس عامر عامر مع الدقيقة 21 ما يستناش يلف ويدور ويحرك الشبكة ويسجل هدف أول لفريق الانتاج الحربي أحمد علي يتقدم صاحب الخبرات الكبيرة ينجح في التسجيل من استغلال أمثل ونموذجي للركلة الركنية التي تلعبت من خلال الدفاع التحضير من بزوكة بدربة رأس إلى لعب أحمد علي اللي على طول مباشرة لم يتوانى في إداع الكرة داخل شباك الحارس عامر عامر في صقف المرمى من فوق رأس المدافع ومن فوق يد الحارس اللي اكتفى بالمشاهدة والفرجة وعدت من أعلى نقطة فيرة حمد إبراهيم لمسة جميلة بالوجه الخارجي للقدم اليوم استلامها للصدر واللعبة الخلفية المزدوجة لميدو جابر طلعت من على يمين حارس المرمى أحمد يحيى إلى ركلة برما لصالح الإنتاج الحربي سيراميكا كليوباتر كرة تلعبت من مصطفى البدري لمحمد رمضان محاولة للتحرك داخل منطقة الجزاء مصطفى البدري في كرة مشتركة مع الحارس عامر عامر بطاقة صفراء لمصطفى البدري معاذ الحنوي برأسه لوسط الملعب تلعبت من محمد رمضان لمصطفى البدري ومصطفى لحظة مكان بيحاول يحصل الكرة كرة وصلت عند عامر عامر واشترك بعد كده مع عامر عامر اللي يسقط على أرض بلعب والبطاقة الصفراء للعب مصطفى البدري توصل تاني ومن جديد إلى فريق الانتاج الحربي ولكن في هذه الأثناء يطلق حكم المباراة إبراهيم نور الدين صفار التنهاية تشوط الأول من استاد السويس ولقاء سيراميكا كليوباترا مع الانتاج الحربي والتقدم لفريق الانتاج الحربي بهدف واحد مقابل سجل مع الدقيقة الواحد وعشرين عن طريق المدافع الأيمن اللاعب أحمد علي شكرا لكم على المتابعة ألقاكم مع بداية تشوط الثاني فمباراة تمنا له هذا الموسم سبق له أن أدار سبع مباريات واستخدم البطاقة الصفراء 24 مرة والبطاقة الحمراء مرتين واحتسب سبع ركلات جزاء طلاقة أحداث الشوط الثاني يا ألا حب أنا أتمنى بإن الله أن تستمتعوا يبحث عن تالت فوز لو في هذا الدوري كرة عالية لعم جول لكن يلغى الهدف لم تكتمل الفرحة فرحة ما تمت فرحة لم تكتمل لوجود راية من المساعدة الثانية يا فخري في هذه المباراة يعلن عن حال التسلل قرار سليم محمد طلعت في ومعية التسلل لكن ضربت رأسه قوية سيراميكا حمد إبراهيم صالح جمعة يفوت صالح يهرب صالح لسا الهروب مستمرة هدف التعادل يعملها صالح جمعة مع الدقيقة ستة وخمسين أخيرا نجحت محاولة الاختراق وضرب هذا التكتل الدفاعي ليكافئ هنا المدير الفني هيثم شعبان على الدفع به في هذه المباراة والمشاركة من البداية وبالتالي نجح في أن يدرك التعادل مع الدقيقة ستة وخمسين لمحاولة نجحت بعد ما هرب من رقابة تسوستة ومن قبل تخلص من التنزاني حميد ماو وجاءت دور على أن يهرب من رقابة أحمد علي وبالتالي أسكن الكرة في شيباك مرمى أحمد يحيى محرزا هدف التعادل لتصبح النتيجة واحد واحد ما بين الفريقين التعادل المستحق لعودة فريق سيراميكا كليوباترا من مجهود فردي أكثر من متميز ورائع واللي هو واحد من أهم صناع اللعب في صفوف فريق سيراميكا كليوباترا ألا وهو اللعب صالح جمعة اللي بينجح في إدراك التعادل لتصبح نتيجة واحد واحدة على حساب صالح جمعة نتابع محاولة غنام محمد استلم غنام يلعب لحميد ناو التزديد الأرضية تلعبت وكرة مسددة على يمين الحارس عامر عامر تمر بمحاذاة القائمة نايمن وتنتهي عند ركلة مرمى لصالح سيراميكا كليوباترا تزديدت اللاعب التنزاني حاميد ناو من صناعة تغنام محمد مرر كرة بشكل جيد من على قوس منطقة الجزاء موجهة لمرمى سيراميكا كليوباترا ويلعبها لشريف دابو والكرة مسددة مرة تانية تصد أحمد يحيى وبالمتابعة بالمتابعة من داخل منطقة الجزاء كرة عالت فوق العرضة ومرت من أعلى المرمى عن طريق هذا اللاعب أحمد ياسر ريان شاد حسين يصدع الفارق يفوت من سستة ويلعب كرة في اتجاه شريف دابو تقطعت وارتدت بتزديدة كانت من صاحب القميص رقم تمانية لعب البديل واللي بيسعى للتعديل لعب الأرض والضيافة فريق سيراميكا كليوباترا فريق اللي في الأسبوع التاسع عشر حل ضيفا على البنك الأهلي بينما الانتاج الحربية سيستقبل الإسماعيلي أحمد عفيفي يلعب لمصطفى المدري يدخل بطيقة الجزاء ويلعب عرضية مش ممكن أحمد علي مش ممكن أحمد علي كاد أن يعاقب فريق سيراميكا كليوباترا على الاستحواذ الكامل لأحداث الشوط التاني دون خطورة وبدون ترجمة وفي كرة كانت قريبة من معانقة الشباك أحمد علي كان هيفعلها للمرة التانية في هذه المباراة والمرات ومع الدقيقة 82 صفى البدري استلم الركلة الركنية اللي اتلعبت له على الأرض على حدود ملطقة الجزاء من زميل وأحمد عفيفي وهرب من رقابة محمود نبيل عمل مروغة جيدة وبالقدم اليسرى العباء لمسة وبضربة رأس من ماما دونياس حضر كرة على طبق من فضة لا والله كانت على طبق من ذهب إلى اللاعب أحمد علي لكن يفتقد إلى حاسة التهديف يتحرك شريف تزديد أرضية سهلة علي صار الحارس أحمد يحي يمسكها عدت إلى رمي التماس وفي هذه الأثناء يطلق إبراهيم نور الدين سفارة النهاية والنتيجة هي التعادل بهدف مقابل هدف تقدم أحمد علي للإنتاج الحربي في الدقيقة 21 وأدرك التعادل لسيراميكا كليو بطرة اللاعب صالح جمعة في الدقيقة 65 من أحداث هذه المباراة إذن لكم كل التحية ولكم كل الشكر والتقدير أيها الأحبة في كل مكان على طيب المتابعة ألقاكم وياكم في لقات أخرى قادمة تقابلوا تحيات الزملاء في فريق العمل ولكم خالص تحياته ترجمة نانسي قنقر